وللحديث عن الصراع بين شركاء العملية السياسية على تشكيل الحكومة واستدعائهم شخصيات كانوا يتهمونهم بالإرهاب معنا من الصنبول الكاتب وصحفي العراقي بهاء خليل أهلنا بك معنا أستاذ بهاء أهلنا وسائلني محمد حياكم الله أستاذ بهاء هل تعتقد أن إطار الميليشيات التنسيقي وإيران نجحا حتى الآن في تحويل أو في نقل التناحر بين الميليشيات إلى ما يسمى بسنة العملية السياسية الذين كانت تتهيمهم سابقا بالإرهاب تحية طيبة لحضرتك والمشاهدين هي مجرد ورقة لعب بها الإطار التنسيقي في محاولة لتفتيت التحالف الثلاثي بين السنة والأكراد والتيار الصدري هذه هي الورقة لحاول أن يضغط بها الإطار التنسيقي على الكتلة السنية باعتبار أن الكتلة السنية هي الكتلة الأضعف داخل التحالف الثلاثي لعدة أمور من أهمها ضعف الموقف وتعدد أطرافها من ناحية تقدم وعزم واندماجهم هم يشعرون بأن هذه الكتلة نفسها بإمكانهم أن يفتتوها يأثرون على التحالف الثلاثي ويتم تفتيت التحالف الثلاثي بتشكيل جبهة جديدة متمثلة بما يسمى بالشيعة البيت الشيعي لملمة البيت الشيعي لفرض الأجندة اللي هم يريدوها على العملية السياسية اختيار رئيس الوزراء كما يرخ لهم اختيار رئيس الجمهورية كما يشعون هذه الأمور هي عدة أوراق إلاب عليها الأطار التنسيقي حاليا من ضمنها أيضا ورقة إعادة الانتخابات اللي يبدأ يلوح بيها يعني كثير من الأمور بإمكان أنه يكسب الوقت اللي يعني منحها لهم السيد ممتد الصدر حتى العاشر من شوال يحاول أن يفتت هذا الأطار بدل أنه يكسب قوة جديدة لتقوية الأطار لا هو يحاول أن يفتت التحالف الثلاثي حتى يصير الكفة متوازنة بين الأطار والتحالف بين ممتد الصدر والأكراد وبالتالي يبقون العرب السنة أو المكون السني بصورة عامة يبقون مع المستقلين كأقلية بداخل مجلس هذه خطة بصراحة خطرة جدا لأنه ضرب المكونات السنية فيما بينها ممكن أن يتبعوا تبعات كثيرة للأسف لكن هم لا يهمهم بالتأكيد يعني هم شعتهم أن هم يفتتون هذا التحالف الثلاثيين أنه مصدر خطر عليهم طيب هل تتوقع أن هذا الاستدعاء جاء لترسيخ الاستقرار أو استقرار ما وإطلاق مشروع الإصلاح في العراق بعد كل هذه السنوات من الفشل السياسي والاقتتال والفساد أيضا لا هو ليس مشروع الإصلاح القوة الوطنية التي الآن عادت إلى العراق أو الشخصيات التي استبعدت من المشهد السياسي بالفترة الماضية وبدأت تعود الآن وبعض الشخصيات ممكن أيضا أن تعود التي تم استبعادها بيتهم الأرهاب وغيرها هذه الشخصيات يعول عليها الإطار التنسيقي لفرض موضوع إعادة الانتخابات هذه الشخصيات لها ثقلها داخل البيت السني خل نسميه البيت السني على أغرار البيت الشيء هذه الشخصيات لها ثقلها وبالتالي لو تمت إعادة الانتخابات الحالفات التي تشكلت في الانتخابات الماضية عزم أو تقدم لم تستطيع الوصول إلى ما وصلت إليه من عدد المقاعد وبالتالي قد يبرز إلى الواجهة شخصيات أخرى هذا يسحب اقتصاد من تحت أرجل التحالف اللي موجود الآن وبالتالي هي مجرد ورقة الضغط أما كمشروع إصلاحي هم اللي يريدون إصلاح كثير من الأمور بإمكانهم أن يصلحون من عدد بإمكانهم الذهاب إلى المعارضة مثلا هي أيضا إصلاح لكن قلت لك يا من البداية هو تفتيت التحالف الثلاثي هو هدفهم هذه الشخصيات اللي بدأت الآن تعود تمتلك قاعدة لديها جماهيرها بإمكانها أن تغير المعادلة وتصدر المشهد بين قوسين السني وبالتالي سيكون أمام التحالف اللي موجود التحالف عزم متقدم رح يكون أمامهم خيارة إما القبول بشروط الإطار التنسيقي والانسحاب من التحالف الثلاثي والبقاء على مناصبه كما هي ومكتسباته من الأملية السياسية الماضية أو الإنتخابات الماضية أو أنه تعادل انتخابات فعلا وهؤلاء سيزاحون على المشهد ويتصدر المشهد القادمون الآن من جديد هذا يعني تؤدي بالنتيجة إلى خلخلة التحالف الثلاثي وهذا هو ما يريد الإطار التنسيقي هو أنه يجعلون التيار الصدري بالتحديد هو منفرد وحيد فبالتالي يما يجبرون أن يذهب المعارضة أو أنه يندمج مع الإطار التنسيقي في تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلم هل تعتقد فعلا كما يقول المراقبون إن إيران وميليشياتها أيضا في العراق بصدد إطلاق مشروع لتفجير الوضع العام في محافظة الأنبار بهذه الاستدعاءات من سنة العملية السياسية الذين كانوا يتهمون بالإرهاب ما شبعت بس الصوت الله يخلي أسألك إن كنت تعتقد فعلا كما يقول المراقبون هل تسمعني سيد خليل هل تعتقد فعلا كما يقول المراقبون أن إيران أو إن إيران وميليشياتها في العراق بصدد إطلاق مشروع لتفجير الوضع العام في محافظة الأنبار بهذه الاستدعاءات من سنة العملية السياسية الذين كانوا يتهمون بالإرهاب نعم نعم هذا الأمر واضح يعني جليا لجميع المراقبين أنه أكو خلافات داخل المحافظات السنية حول هذه الشخصيات بعض الجهات داخل المحافظات هذه خليقول داخل الأنبار مثلا أو داخل صلاح الدين داخل الموصل مغذب موقف من هذه الشخصيات ممكن أنه قسم منهم يحملها مسؤولية ما جرى لأنه قسم منهم كان سابقا من ضمن العملية السياسية وبالتالي حملوهم مسؤولية ما جرى في المحافظات الثلاثة أيام دخول داعش وبالتالي قد يخلق شق داخل الصف السني هو هذا الهدف من العملية هو هذا يعني رغبة طار التنسيقي في إعادة هذه الشخصيات دون أن يكون هلالك مؤتمر جامع وتصفيد الحسابات بينهم داخل قاعة مغلقة يتم تصمية أمورهم والاتفاق على كل شيء قبل أن يعودون لكن الآن اللي صار أنه فرضوا يعني كسياسة أمر واقع الآن هما الشخصيات اللي رجعت وبعد أيضا الشخصيات رح ترجع هذا ممكن أن يخلق مثلا عودة سيد أثير النجيف للموصل ممكن أن يسبب مشاكل خصوصا مع النواب الجدد صعده بالانتخابات الأخيرة عودة الشيخ علي علي الحاتب إلى الأنبار ممكن أن يخلق بينه وبين السيد الحلبوسي هذه المشاكل هو هدف الأطار التنسيقية منها من إعادة هذه القتل السياسية الآن بهذا الوقت بالتحديد خلق المشاكل داخل البيت السني وبالتالي يكون أمام خياره إما إجبارهم على الانسحاب من التحالف الثلاثي إجبار يعني التحالف عزم وتقدم على الانسحاب من التحالف الثلاثي مقابل بقاء الوضع على ما هو عليه أو أنه يصار إلى انتخابات والانتخابات الجديدة قد تفرز حتى مشاكل على الأرض داخل هذه المحافظات شكرا هذا ما يخشى منه السياسيين الموجودين حالي شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفية العراقي بهاء خليل كنت ضيفنا عبر سكايب من أسطنبول ترجمة نانسييني